بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن ولاه وبعد فاسمحوا لنا في يومنا العاشر ونصيحتنا العاشرة أن نجدد التهنئة لحضراتكم نجدد التهنئة بشهر الصيام بشهر القرآن الكريم بشهر الألفة والمودة والمحبة بين أبناء المسلمين بارك الله لكم في شهركم هذا وتقبل الله منكم ما قدمتمه له وتقبل الله صيامكم وحشرني وإياكم يوم القيامة مع الذين يدخلون من باب الريان اللهم آمين وصل اللهم وسلم على رسول الله وبعد هل تذكرون نصيحة الأمس اعتبرت تربية الولد المسلم على منهج الله اعتبرتها وأنا أتحدث عنه بأن ذلك أعظم مشروع استثماري في حياتي أي مسلم ومسلمة نعم وتحدثنا تفصيلا في هذه الحلقة عن مواصفات هذا الولد الصالح وكيف يقدم كل منا ولدا صالحا أو فتاة صالحة لله رب العالمين وفي حلقة هذا اليوم ننصح لكم إذا أردتم بإذن الله أن يكون أبناءكم من الصالحين الطيبين نعم وذخرا لكم في الدنيا والآخرة فأطعموهم من الحلال نعم اللخمة الحلال تمثل حجر الزاوية في هذا المشروع العظيم إن شاء الله أن تطعم ولدك من الحلال الطيب أبشر بكل خير بإذن الله النبع عليه الصلاة والسلام له أحاديث كثيرة في هذا الباب ويكفي أن تسمع منها حديثا لا يكاد يكمل سطرا واحدا ولكنه يمثل دستورا لطلاب الجنة يقول من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة دخل الجنة وإن الله طيب لا يقبل إلا طيبة وإن الله أمر المرسلين وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل الصفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وقد غذي بالحرام يقول النبي عليه الصلاة والسلام مستبعدا تماما أن يستجيب الله له فأنا يستجاب لذلك انتبهوا أرحمكم الله اللقمة الحلال كما قلت هي أساس الولد الصالح لأن كل جسم نبت من سح فالنار أولى به ويليت المشكلة تتوقف عند هذا الحد بل إن ولدك هذا إذا تقدم به العمر وعرف قيمة اللقمة الحلال سيقف على الكبيرة التي كنت تقترفها من حين لآخر وأنت لا تتق الله تبارك وتعالى فيه وأنت تطعمه من الحرام هذه خيانة عظمى الذي يطعم أبناءه من الحرام يقدم على خيانة عظمى لزوجته ولأبنائه ولأهل بيته ويعرض أبناءه بكل أسف لجهنم وحينها إذا كبر الولد لن يقدم لك ما تنتظر من الاحترام والتوقير والتقدير والمحبة لن تفوز أبدا بشيء من ذلك أطعمه من الحلال أطعمه من الحلال تلقى منه كل خير بإذن الله ويظل خادما أمينا لك لآخر يوم في حياتك ولا يعصي لك أمرا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته